ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير هنعمل النهاردة مع بعض اللستاند بتاع البلالين اللي انتوا شايفينه ده فكرة كده سهلة وبسيطة ممكن ان احنا نزين بيها البيت عندنا لو فيه اي مناسبة وكمان ممكن نستخدمه نستقبل بيه العيد العيد خلاص قربه ان شاء الله كل سنة وانتوا طيبين خليكم معايا الاخر الفيديو وان شاء الله الفكرة اتعجبكم اوي اول حاجة بقى انا كنت بوريكم نوع البلونات اللي انا بستخدمها انا بجيب كده البلونات اللي بتبقى في كياس دي بجيبها من المحلات اللي هي بتاعت مستلزمات السبوع والاعياد والافراح وكده بس استخدمت هنا معايا اللون الابيض واللون البنك طبعا الالوان دي ممكن تستخدمه اي لون انتوا عاوزينه بعد كده هبدأ ان انا اركب كده بلونة في ازازة عندي وهبدأ ان انا حط فيها رمل انا بستخدم الجزء ده علشان بس الرمل ده ده اللي انا هسبت به الستاند بتاعي من تاه طبعا ممكن تستخدمه برضو الامعة او حاجة انا ما كانش موجودة عندي فعلشان كده يعني استخدمت الازازة علشان اقدر ان انا املى البلونة كده بالرمل هملى كده البلونة لحد ما تبقى في مساحة فوق كده معايا ان انا اربطها من فوق كده خلاص انا كنت مالتها فهبدأ ان انا شيلها كده من الازازة بشيلها برضو بالراحة علشان بس ما تتقطعش مني خلاص كده بصوا يا كانت مالت معايا قوي فهبدأ ان انا افرغ منها شوية علشان بس اقدر ان انا اربطها من فوق كده خلاص اول جزء معايا خلص انا كده خلصت البلونة ومالتها بالرمل اللي انا عاوزاها وبدأت ان انا ايه ابطت عليها كده شوية علشان تاخد شكل اللي بس يبقى ايه واقف معايا من تحت لما ركبها في الستاند بعد كده وبعضين هبدأ ان انا ننفخ البلونات انا هنفخ الاول اربعة من اللي هما اللون البنك واربعة كمان من اللون الابيض وهاخد كل اتنين بنك كده واربطهم في بعض وبرضو هاخد كل اتنين لونهم ابيض وهربطهم في بعض انا هعمل الستاند هيبقى كل دور في الستاند لون يعني هعمل اربعة دوار مسلا هيبقى لكل دور اه لون بنك والدور التاني هيبقى لون ابيض انتوا لو عايزين تدخلوا برضو الالوان في بعض دي حاجة ترجع لكم بس انا كنت حبة ان انا اخلي كل دور يبقى لون لوحد فده اول دور كده انا بعمله معاكم بعد ما ربطت كده البلونات اتنين في اتنين في بعض هبدأ ان انا دخل بقى كل اتنين كده مع بعض علشان تدي معايا شكل الوردة اللي انتم شايفينه ده كده انا دخلت الاربع بلونات مع بعض كده وسبتهم برضو كويس علشان ما فيش حاجة تفك منهم ده كده الجزء اللي احنا كنا عملناه مع بعض البلونة اللي احنا ملناها بالرمل علشان هنسبت الستاند فيها هبدأ كده ان انا اربطها كده مع اول دور انا عملته هاخد كده الاطراف بتاعة البلونة والاطراف بتاعة الوردة اللي احنا عملناها مع بعض وهسبتها كمان كنت جهزت الدور التاني اللي احنا قلنا ان احنا هنعمله لون ابيض وهبدأ ان انا استخدم الخيط اللي انتم شايفينه ده الخيط ده بيبقى برضو للتزيين في الاعياد الميلاد وكده انا جبت منه لون بينك كان فيه برضو لون ابيض بس حبيت ان انا جيبي لون البينك يعني انتم برضو اي لون هو كده كده برضو مش هيبان قوي هبدأ كده ان انا لفه على الدور الاول اللي احنا عملناه مع بعض وكمان هلفه كده على الدور التاني هسبت برضو الدور التاني كده وهسبت البلونات وهبدأ ان انا لفه عليها ده بقى اللي هيمسك كده اللي دوار كلها معايا في بعض اللي هيمسك الستاند كله مع بعضه وهبدأ ان انا حط برضو الدوار بتاعتي زي ما انا عايزة ممكن ان انتم تزودوا انا كنت عاملة اربعة دوار بس. ممكن انتو تزودوا برضو دوار براحتكو. كده كان شكله النهائي معايا بعد ما خلاص خلص. بجد كان شكله حلوة قوي. وكمان بيدي منظر كويس. يعني انا كنت عاملاه في اسبوع. كان مدي شكله برضو حلوة قوي. كنا عاملين اتنين كده قصات بعض. كان الشكل النهائي كان كويس. وطبعا في التصوير برضو كان شكله حلو. يارب يكون الاستند عجبكو. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. واتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكو كل جديد على القناة. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد.